اشتركوا في القناة احمد الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صرخة ناشئ نبتدي سريعا كده بالاخبار الحصرية لبرنامج صرخة ناشئ عندنا النهاردة مجموعة من الاخبار الحصرية للبرنامج هنبتدي بنادي الزمالك الاكثر سخونة خلال الفترة الاخيرة عندنا في نادي الزمالك الاخبار ما بتخلص كل ساعة وكل ثانية بيحصل حدث جديد واخبار جديدة داخل نادي الزمالك وقدران نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة النهاردة وده خبر حصر لبرنامج صرخة ناشئ بعض اكبار ورموز نادي الزمالك جابة الانقاذ ما يسمى بجابة الانقاذ داخل نادي الزمالك بتشتغل على او اشتغلت واجتمعت خلال الفترة الاخيرة دي على رئيس ودعم الرئيس القادم لنادي الزمالك في الانتخابات القادمة اللي هي قد تكون في بداية السنة الجديدة ان شاء الله الاسم الحصري اللي عندنا وإحنا مش عايزيه يعني طبعا مش هنقدر نكشف عليه دلوقتي لأنه المقربين للبرنامج قالونا أنه اسم لا يختلف عليه سنين في الوسط الرياضي سواء زمالكاوي أو من برا نادي الزمالك اسم هيكون مفاجأة الزمالكوية كلهم خلال الفترة اللي جاية هيعرفوا الاسم المرشح لرئاسة نادي الزمالك اللي هيكون مفاجأة للجميع خلال الفترة اللي جاية المؤيد والمعارض داخل النادي الزمالك مش هيختلف عليه عندنا خبر تاني وحاصر البرنامج صرخة ناشئ طبعاً كرة القدم بيعشاقها كل كبير وصغير في مصر ولما عندنا نجم موهوب الناس كلها بتحب تتابع وتحب تتفرج عليه أول ما نسمع قرار اعتزال نجم الناس بتزعل وبتحزن لأنه الكرة بتفتقد لموهبته النهاردة والأحد المقربين للكابتن وليد سليمان أعلن أنه السنة دي الموسم الحالي هيكون آخر مواسم من الكابتن وليد سليمان مع كرة القدم وده على المستوى الشخصيز عني جداً لأنه وليد سليمان من اللعبة المقاتلة من اللعبة اللي دايماً بتدي باور وبتدي طاقة للعب الصغيرين اللي طلع حوالي منهم فوليد سليمان عايزينه حياته داخل الجدران النادي الأهلي بالنسبة له الموسم الحالي ده هيبقى يعني وليد سليمان حقق كل الألقاب اللي شارك فيها سواء دوري كاس سوبر دوري بطولة أفريقيا المشاركة السنادي في كأس العالم للأندية فوليد سليمان حابب أنه يختم حياته داخل جدران النادي الأهلي فهو عايز يعتزل هو في قمة فرموته فوليد سليمان أكد لبعض المقربين منه أنه هو الموسم الحالي هيكون آخر مواسمه مع كرة القدم طبعاً وليد سليمان قيمة كبيرة جداً لنادي الأهلي والجمهوره الكرة المصرية هتفتقد لخبراته والأداء وليد سليمان لكن هي دي سنة الحياة طبعاً الخبر التالت وده الخبر الحصري لبرنامج صرخة ناشئ طبعاً الكلام الناس اللي أنا هتكلم عليهم دول نجوم مفيش لأهليه ولا زمالكوي يختلف عليهم شركة تسويق إيطالية من أحد الشركات الكبيرة في إيطاليا متابعة بشكل دقيق جداً أحمد سيد زيز ونجم الزمالك وأليو ديانج نجم نادي الأهلي أكدت المصادر الخاصة لبرنامج صرخة ناشئ أن خلال المركاتو الشتوي القادم في شهر يناير في عرضين لأحمد سيد زيزو والأليو ديانج في الدور الإيطالي هيبقى عرضي مغري جداً مش هيقدر يعني لعيب أليو ديانج أو أحمد سيد زيزو يرفض العرض ده لأنه بالنسبة له ده حلم الدور الإيطالي والمشاركة في الدور الإيطالي خلال شهر يناير انتظرونا انتظروا الصفقات القوية اللي هتهز مصر ويبقى أول ناس قالت الكلام ده برنامج صرخة ناشئ أن أحمد سيد زيزو وأليو ديانج هيكونوا في الدور الإيطالي طبعاً الأخبار والمفاجآت اللي معنا في البرنامج مش هتخلص معايا بعد الفاصل نجم كبير نجم من نجوم نادي الزمالك الكابتن عصام مرعي في حالة إن شاء الله يعني هتبقى قوية انتظرونا بعد الفاصل